بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ورد في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر ونحن نتحدث عن الصفة الثانية من هذه الصفات التي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا والظلم عواقبه وخيمة وقد حذرت الآيات والأحاديث من عاقبة الظالمين ولكن الله سبحانه وتعالى يريد في هذا الحديث أن يسلي قلب المظلوم ويبين له أن صبره على الظلم سيعقبه عطاء من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يضيع عنده شيء فصبر المظلوم على الظلم عاقبته خير وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها فصبر عليها وفي القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكرنانا قصصا يبرهن على صدق هذا الحديث فهذا نبي الله يوسف عليه السلام ظلمه إخوته ظلما بينا ألقوا به في الجب وهو فتى صغيرا بين الطفولة والشباب ألقوا به ظلما ولكنه صبر على هذا الظلم وتحكي الآيات قول إخوته له في ختام القصة تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فتبين أن الظالم سيرى عاقبة المظلوم وأنه صار إلى عاقبة حميدة وأنه بصبره على ظلم الظالمين أعقبه الله سبحانه وتعالى خيرا على ذلك وتحكي لنا السنة المشرفة موقف السيدة الصديقة عائشة رضي الله عنها حين ظلمت وحين افتري عليها واتهمت زورا وبهتانا بما تستبشعه المرأة وبما يزيل مرؤتها وحينما تكلموا معها قالت والله لا أقول إلا كما قال يعقوب نبي الله يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لم تجب إلا بهذه الكلمة فما كان من رب العزة سبحانه وتعالى إلا أن خلد ذكراها وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة أوحى الله إلى نبيه في نفس الساعة التي تكلمت بها بآيات سورة النور عشر آيات تتكلم في قوله سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وكانت العاقبة الحسنة لهذه الأم المظلومة أن خلد الله ذكراها بأن أنزل آيات فيها تتلى إلى يوم القيامة وكلما تلوناها في عباداتنا وفي صلواتنا تذكرنا هذا المآل الحسن وأن الله برأها من فوق سبع سماوات فيا من ابتلي بظلم الناس اعلم أن هذا الظلم بصبرك عليه سينقلب خير كثير لك فما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله سبحانه وتعالى بها عزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عاقبة الظلم وأن يحفظنا من عاقبة الظالمين وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرضى عنا برضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته